اللي يضوق العوز والقهر واللا مبالاة رح يلقى مكان على الرصيف هذا الرصيف هل ممكن أن يكون هو الصديق الوحيد لهاي الشريحة اللي تلقى روحه بيه هل ممكن أن يكون الرصيف هو الحضن اللي يفتقدونه هل يمكن أن يكون الوطن بهاي القساوة ويأطفاله اليوم الموضوع يوجع القلب التشرد اللي لف بعضايته أطفاله بعمر الزهور اش رح يبقى من عطرهم بهاي الحياة اش لون رح يكون مستقبلهم وش لون ممكن ننقذهم من براثن المستقبل المجهول هل رح يكون جيل المستقبل اللي يتخرج من مدرسة الرصيف وشنو مواصفاته ومنو رح يسيطر عليه وليش وكت رح يبقى الموضوع بلا حل زيان وين مؤسسات الدولة وين القوانين وين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع هل يمكن أن تكون هاي الأجيال اللي يطلقون عليها أجيال الرصيف وش لون رح يكون تحت طائلة القانون وهم تتعلموا قانون الغاب وقانون الأقوى هاي الأجيال اللي ممكن أن تكون قنبلة موقوتة اش لون رح ننزع فتيلها ونحولها إلى قبلة على خد الوطن كل هاي الأسئلة وغيرها رح تكون في محوري لهذه الليلة واللي هو أطفال الرصيف قنبلة موقوتة تهدد مستقبل الوطن لكن